موسيقى موجز الأنباء أهلا بكم ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطع غزة إلى نحو 26,637 شهيدا أغلبيتهم من النساء والأطفال بينما نهز عدد المصابين 65,400 مصاب في حين لا يزال أكثر من 8,000 شخص في عداد المفقودين تحت الركام حيث تمنع قوات الاحتلال تواقم الإصعاف من الوصول إليهم وفقا لآخر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية هذا ويتوصل العدوان الصهيوني على غزة لليوم السادس عشر بعد المئة على التوالي حيث تشهد مناطق متفرقة من القطاع قصفا عنيفا لآليات الحرب الصهيونية اغتالت قوات صهيونية خاصة صباح ثلاثاء ثلاثة شبان داخل مستشفى بن سينة في مدينة جينين أحدهم مصاب يتلقى العلاج بالمشفى وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادره من داخل المستشفى أن نحو عشرة ألاف أو عشرة أشخاص من أفراد القوة الخاصة تسللوا إلى المستشفى متنكرين بالزي المدني ولبس أطباء وممرضين ثم اتجهوا إلى الطابق الثالث حيث قاموا باغتيال شبان ثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت وعلى إثر ذلك دعت وزارة والصحة الفلسطينية الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى وضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني فيما دعت القوى الوطنية في فلسطين إلى الإضراب والنفير العام في جينين بعد اغتيال الشبان الثلاثة أدانت وزارة الخارجة الفلسطينية تلتا استهداف الاحتلال الصهيوني للمستشفيات والمراكز الصحية وطواقمها لإخراجها عن الخدمة كما هو حاصل في مستشفى الأمل بخان يونس جنوب قطع غزة وأفد بيان للخارجية الفلسطينية بأن مليون ونصف المليون مواطن في وسط وجنوب القطاع يعانون ويلات الحرب وسياسة التعطيش والتجويع والحرمان من المساعدات وجميع الاحتياجات الإنسانية والغذائية هذا وطالبت الخارجية الفلسطينية تلتا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وأكدت الوزارة في بيان لها أن الاحتلال يرتكب مزيدا من المجازر في حق المدنيين ويمنع إدخال المساعدات المساعدات كأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق يعقد مجلس الأمن الدولية ثلثاء جلزة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في غزة ضمن البند المعنون بالوضع في الشرق الأوسط وستقدم كبيرة منسقية الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريت كاغ إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في القطاع كما يعقد المجلس الأربعاء جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني بشأن منع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة بناء على طلب الجزائر حكم على رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان ثلثاء باستجن عشرة أعوام في إطار قضية مرتبطة بتسريب وثائق سرية للدولة وأفادت وكالة فرونس بريس نقلاً عن ناطق باسم حزب حركة إنصاف أنه حكم على كل من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس الحزب شاه محمود قرشي باستجن عشرة أعوام في هذه القضية ويواجه نجم الكريكيت السابق البلغ من العمر 71 عاماً معارك سياسية وقانونية منذ إطاحته من منصب رئيس الوزراء في أفريل 2022 ولم يظهر في أي مناسبة علنية منذ صدور الحكم بسجنه لمدة ثلاث سنوات في أوت الماضي بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني أثناء توليه منصبه من 2018 إلى 2022 ختام الموجة شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة